مع انطلاق معرض القاهرة دولي الكتاب واللي بيعتبر عيد للثقافة بينتظرها المصريين من السنة للسنة في حدث تاني لا يقل أهمية وهو الكشف عن القائمة الطويلة لجائزة البكر العربية واللي بتعتبر طبعا من أرفع الجوائز الأدبية ولو سيطر على الحقيقة الروائيين المصريين بشكل كبير جدا بإبداعاتهم الروائية المتنوعة والمتميزة من بين هؤلاء المرشحين هو الروائي ناصر عراقي عن ويته الأنتك عراق عراق يا أهلا بحضرتك في البداية كده طيب ندخل على الرواية على طول رواية الأنتك خانة عايزين تعرف من حضرتك طبعا برحب بيك أهلا بيك عايزين تعرف من حضرتك على هذا الاسم وما يحتوي هذا الاسم وتفسير هذا الاسم الأنتك خانة اسم المتحف المصري قديما المتحف المصري اللي موجود دلوقتي في مدان التحرير كان موجود في بولاء أبو العلا وتأسس من حوالي في عهد الخديو إسماعيل يعني من حوالي 150 سنة وكان اسمه الأنتك خانة كلمة تركية من مفردتين الأنتك يعني التحف القديمة والخان المكان مكان اللي يحفظ فيه الأنتكات والتحف والأسعر ده معناها زي الأجزة خانة وهكذا تأسس في القرن 19 زي ما قلت لسعاتك وكان مديره مارييت باشا الفرنسي عالم الأسار المصريات والفرنسي هو اللي أسسه وكان بيكتشفوا بقى ويبحثوا الجاليات أو البعثات الفرنسية والألمانية في الأسار المصرية وكانت تحفظ فيه بولاء أبو العيلة في المتحف ده اللي هو موجود دلوقتي جامع سلطان أبو العيلة بس تغير طبعا كترة الاكتشافات فتحولت إلى بنية المتحف الموجودة الآن في مدان التحرير 1903 الرواية تتكئ على جزء من الوقائع التاريخية ثم الخيال يسرح ويبتكر شخصيات وأحداث شرح لنا شرحنا أكتر شوي عن أنت كخاني حضرك شرحت لنا الاسم الاسم الواحده خلا عندنا فضول أن نعرف أكتر عن هذه الرواية وأن هي كمان تكون في قائمة طويلة للبوكر فأكيد يعني فيها أبعد من كده شوية فيها أبعد كتير الرواية من أربع شخصيات رئيسية أحداث الرئيسية الشخصية خيالية رمضان المحمدي قاتل وسارق لص الأسار وشخصية حقيقية هيناريك بروكش ده رجل ألماني تولى مدي إدارة مدرسة اللساني المصري القديم دي مدرسة أسسها الخديو إسماعيل مهمتها تعليم المصريين اللغة الهيروغليفية وللأسف ما عادتش إلا سبع سنوات فقط ثم أغلقها شخصية حقيقية شخصية حقيقية أخذتها وعملت لها بقى يعني تصور رواقي وخيالي هذا الرجل العظيم كان من ضمن تلاميذه في المدرسة اللي نبغ فيهم أحمد كمال أحمد كمال أول مصري متخصص في الأسار المصرية بعد كده بال30-40 سنة بقى هو مدير المتحف أول مصري مدير المتحف وخذ لقب باشا أحمد كمال باشا ده أبوه أبو الأسار المصرية أول مصري فتعلم في هذه المدرسة ده شخصية من ضمن شخصيات الرواية إحنا ما نعرفش شباب أحمد كمال كفاية أنا عملت له يعني حياة شبابية إنه متجوز وبتاعهم شعار فيه والتفاصيل دي وعشقه للأسار وفيه شخصية تانية جوزفين شخصية فرنسية بنوتة فرنسية جميلة كده زي حضرتك وجدت اشتغل في المتحف دي خيالية طبعا وفيه الشخصية الأخيرة كان ماريت باشا المجموعة الشخصيات دي علاقتهم مع بعض الروائية مستند على الواقع ثم أقوم على الخيال كيف كانت تنهب أسارنا من قبل الأجانب كيف كان مصري مش أصيل يشارك في السرقة وفي القتل هذه الأسار وعلى لما روحت فرنسا على سبيل المثال لقيت في مطحف اللوفر أنا بقى بنفسي عديت أكتر من 25 ألف قطعة أثرية مصرية وتعبت من العد طب راح وامتى فكان ده اللي شغالنا أنا روحت من 12 سنة الأسار دي رحت امتى عدت أدور وأبحث لغاية لما جات لفكرة الرواية فكتبتها في حوالي سنة ونص وصدرت الصيف اللي فات والحمد لله وصلت للونج لست القائمة طويلة في البوكر مبارح إن شاء الله بإذن الله توصل للشورت لست وأنا مش لوحدي معايا أربع مصريين أصدقاء إحنا خمس مصريين من 16 عدد أعضر فده يؤكد إن الرواية المصرية والأدب المصري الحمد لله يسير بخطة ثابتة ووافقة كل التوفيق لحضراتكم إن شاء الله الجايزة تكون لمصري إن شاء الله في هذا العالم عايزة أعرف طريقة سرد الأحداث كانت عاملة زي في هذه الرواية يعني حضر قلتني فيه شخصيات حضرتك من وحي خيالك وفيه شخصيات واقعية إزاي قدرت تسرد الأحداث إزاي قدرت تتخيل إزاي قدرت تربط أحداث بحاجات واقعية بالفعل وحاجات من وحي خيالك والله هو طبعا مسألة شقة وممتعة عذاب وعذوبة باب يأتي من خبراتي أنا رجل كتب دير رواية رقم 12 عندي خبرات في الرواية أظن لا بأس بها زائد خبراتك الثقافية العامة قراءاتك العامة علاقاتك بالمسرح بالسينما بالدراما علاقاتك بالفلسفة بالتاريخ كل هذا ينصهر في خيالي وأحاول أن أسجله في وقائع روائية والسينما العالمية والموسيقى والغناء كل شيء يبتكر الإنسان ويبدعه في عوالم الفنون والأداب والثقافة والسياسة والتاريخ مفيد جدا للروائي الدقوب زائد العلاقة باللغة أنا ما بحكيش حكاية بس كيف أصوغ هذه الحكاية في لغة عربية سليمة وجميلة ورشيقة وجذابة هذه الحبقة كيف لا أجعل القارئ يمل أريد القارئ دائما أبدا مشدودا للأحداث مستمتع بالأحداث مستمتع بصياغات فصحة رشيقة وجميلة وبالمناسبة نحن نتكلم عن الخيال ده معنا أنه خيال مبني على معلومة برضو بالمناسبة طبعا طبعا نازم أنت بتبتكئ على أرض ثم تحوم وتحلق في الخضاء يعني بناء عالم متكامل مضبوط حضرتك أعتقد خريج فنون جميلة مضبوط ونحن نتكلم عن رواي كبير و12 رواية رواية وصلت رواية العاطل الوصلت للشورتلست للبوكر والآن الآن تكخانة في لانجليست للبوكر أو قائمة طويلة للبوكر ده نجاح كبير جدا الحمد لله هل الروائي لازم يكون عنده دراسة ولا موهبة إيه الأدوات اللي يجب أن يمتلكها لو حضرتك هتنقل خبرتك للشباب اللي فيه البعض بنقول عليه موهوب والبعض بنقول عليه موهوم فيه البعض بالفعل عنده موهبة وفيه البعض الآخر شايف أنه عنده موهبة أنا أتخيل الموهبة ضرورية لأي عمل إبداعي في أي مجال لازم يبقى فيه موهبة الموهبة معنى الشغف معنى الذكاء فيه عالم نفس أمريكي اسمه جاردنر مقسم الزكاء لتسع أنواع من الذكاء فيه زكاء رياضي زكاء لغوي زكاء موسيقي فالذكاء اللغوي ده يعني علاقته باللغة اللي هو اللغة الأم علاقة جيدة جدا يستطيع أن يشكل بها ويعبر بها بيسر وسهولة ده بيبقى دي الموهبة زائد بقى وده الضرورة بقى الدراسة لازم الذي يتصدى لكتابة رواية يعرف أهم الروايات أهم الروايات التي صدرت في العالم في مصر والعالم العربي والعالم كله لازم لازم بقى ليه علاقة ملمة بالتاريخ تاريخ بشكل عام تاريخ الإنسانية بالفلسفة لأن الفلسفة هي أم العلوم هي موقفك من الحياة لازم يكون صاحب قضية أنت بتكتب رواية ليه عشان نتسلى وبس ولا عشان إيه كمان لازم بقى ليه علاقة عميقة بالمسرح والسينما والفنون التشكيلية اللي هي الفنون الجميلة النحط والتصوير والرس لازم علاقة عميقة بالموسيقى والغناء مكلسوم عبدالوهاب عبدالحليم أحمد عدوية بتهوفن يعني يلم قدر استطاعته طبعا طبعا يبقى عنده علم النفس أعتقد عشان يندر يسوى أو يرسم شخصيات طبعا نجيب محفوظ خرجة علم نفس أداب علم نفس فكل الحاجات دي لازم دي أدواته دي لازم مدجح مدجج بازي الأسلحة هذه أسلحة الرواقي الحصيف الرواقي الذكي الرواقي الذي يحمل في جوانحه قضية يريد أن يعبر عنها وفي النهاية العمل الجميل يجب أن يكون مفيدا وممتعا إذا مفيد بلا إمتاع لا ممتع بلا إفادة لا يعني أعظني شازلي أنا أسفة جدا لكن سؤال في نفس سياق الموضوع زي ما بنقول في أفلام مهرجانات وأفلام خلنقول جماهيرية هل الرواية نفس القصة هل في روايات تصلح للمثقفين فقط ولا تصلح لعامة الشعب والعكس ولا لا الرواية الجميلة النكحة تصلح لجميع الطبقات مدام الإنسان بيقرأ ولنا في نجيب محفوظ أسوة حسنة المثقف الكبير سيجد عمق في نجيب محفوظ القارئ البسيط العادي سيجد فيه شيء جميل هو ده العظمة ولنا في مركيز الرواي العالمي نفس الحكاية عمق وبساطة التوازن ده ما يعملوش أي حد وده اللي بيستمر وده اللي بيبقى وده اللي بيخلده التاريخ أما الرواية أو العمل الإبداعي يعني يعجب الناس في تلك اللحظة ثم ينساها الناس فيما بعد هذا ليس عملا عميقا أصيلا طيب نتكلم عن الجايزة بشكل عام جايزة البوكر متى ظهرت مين أشهر من حصل على هذه الجايزة جايزة البوكر دي جايزة إنجليزية في 1968 على ما أذكر وبعدين كان هدفها يأتيوا جوائز للي بيكتبوا روايات باللغة الإنجليزية الجماعة في الإمارات فبوظبي عملوا مشاركة مع جايزة البوكر الإنجليزية وأطلقوا في 2007 جايزة البوكر العربية بالتعاون مع جايزة البوكر الإنجليزية أول دورة في 2008 فاز بيها الرواية الكبيرة الله يرحمه الأستاذ بهاء طاهر والدورة التانية في 2009 الأستاذ الدكتور يوسف زيدان عن روايته عزازيل بهاء فاز عن واحد الغروب ويوسف عن عزازيل واستمرت بقى الجايزة كل سنة بيطلعوا قائمة طويلة قائمة قصيرة أنا كان ليه حظ في 2012 الدورة الخمسة رواية العاطل وصلت للقائمة القصيرة ودلوقتي الدورة الستاشرة كيف كان فيها ساق البمبو تقريبا بتاعت سعود السنوزي لا ساق البمبو بعدي تلاتاشر آه بعدي بتاع سعود سعود صديق عزيز بعد كده ستاشرة رواية منهم خمسة من المصريين ومنهم الأنتخانة وصلت للقائمة الطويلة وربنا يكلم إن شاء الله كم النصيبك إن شاء الله النصيب اللي يستحق والحظ يعني فيه خلق الحمد لله أنا خدت مثلا روايتي الأسباكية دي فازت بالجائزة الأولى في جائزة قطارة الكبرى في 2016 ترجمة للإنجليزية والفرنسية ومفروض تتحول لعمل درامي مثلا مين بيقيمها فن لجان تحكيم متخصصة بيشكل لجان التحكيم مجلس أمناء الجائزة بيبقى يعني لجان التحكيم يعني مثلا هذه المرة رئيس لجنة التحكيم الدكتور محمد الأشعاري روايي ووزير الثقافة المغربي السابق مثلا ومعاه من مصر الدكتورة ريم باسيوني روايي رواية وأكاديمية محترمة جدا ومعاه أظن دكتورة من الجزائر نقدة وأستاذة برضو نقدة من سلطنة عمان ومعاهم مترجم أجنبي مترجم للغة العربية يعني هو رجل أجنبي أظن السويسري المراد مش فاكر بالضبط ويتقن العربية يعني هو عنده اللغة ويتقن العربية عشان لما هو يقراها برضو هل لأن دي رواية جائزة عالمية هل تخاطب الذوق العالمي ولا لا والغاية فين وهكذا يعني طيب حضرتك شايف أنه أي رواية ينفى تحول لعمل سينيمائي أو عمل درامي ولا لا يتوقف الأمر على السيناريست اللي هيحولها وهي ممكن تحول لكن قوانين الرواية المكتوبة غير قوانين السينما وغير قوانين الدراما دي لها حزب أو دي لها حزب يعني نشوف لما نقرأ إحسان عبد قدوس أو نجيب محفوظ أو يصف السباعي ككتب لما بتتحول لأفلام بتلاقي فيه تغييرات كتيرة صحيح المحاصلة كتيرة فيه ضرورات بتتدخل لأن اللي بيشوف في السينما ملايين فالمنتج والمخرج والسيناريست بيراعي أمور كتير وأنا أحضر بلك مثلا في رواية دعاء الكروان وده الفيلم كلنا شوفنا الرواية كتبها طه حسين سنة 34 الرواية عظيمة جدا في نهاية الرواية لما تقريها مكتوبة المهندس اتجوز الخادمة أمنة اللي هي كتفات حمامة في الفيلم لو اتعامل ده في السينما الناس مش هترضى ده الراجل مش دي النهاية اللي الناس مستنياه ده الراجل ظالم وهنادي تقتلت فالمخرج بركات والسيناريست يوسف جوهر قعدوا يقنعوا طه حسين 3-4 أيام يا دكتور طه ما ينفعش في الآخر وافق بحيس يخلوه يتقتل في الآخر يبقى ده العدل يعني فوافق فتم تغيير وده طه حسين وكمان تم تغيير ايه كمان في الرواية دي القاتل الخال اسمه في الرواية المكتوبة اسمه ناصر طب الفيلم اتعمل سنة 59 كان الزعيم عبدالناصر نجم العالم فما ينفعش يخليه ناصر قاتل فغيروا اسمه في الفيلم الى جابر لما تشوف الفيلم اللي هو عمل دوره عبدالعليم خطاب عبدالعليم خطاب جابر ده زكاء من المخرج ومن السيناريست زكاء كبير يعني يراع الظرف الزوء العام المزاج العام معكزة يعني فبتدخل يعني طيب نتكلم على بقى المعرض والإقبال اكيد حضرتك شفته وتابعت لا انا لسه جاي مبارك هروح بقى هروح النهاردة ان شاء الله بكرة بس تابعت طبعا تابعت لكن لسه مروحتش بنفس حاجة عظمة انا سعيد جدا زحام جميل ده يؤكد حاجة ان الشعب المصري ده الثقافة والإبداع والفن يسري في دمي وفي شرايني من ألاف السنين في غالة شوية في أزمة قصادية مش عارف ايه مش فارق الكتاب والثقافة والطأس الثقافي والطأس الإبداعي له الأولوية الكبرى طيب يعني لو حضرتك هتقول لنا كده على مدار النسخ اللي فاتت من المعرض المعرض بيمثل حضرتك ايه وايه تقوسك فيه وشايف المشهد الثقافي بشكل عام ازاي في مصر انا بروح المعرض من سنة 76 وحضرت افتتاح يوسف السباعي كان وزير الثقافة في ذلك الوقت كنت في الإعدادية ويوسف السباعي طبطب علي معادي وانا مسك كتاب يوسف واهبي عمل مذكراته بعنوان عشت ألف عام فانا شفت ادار المعارف فطبعا انا كنت احب بقى يوسف واهبي وما زلت يعني فبقر مخدتش بالي فهو جاي يوسف السباعي والوافد بقى معاه فعمل لي كده تقر ايه يا ابني فقلت له بقى رأى كذا طب ربما انت في سنة ايه اه اتخضيت هو كان وشه احمر واني ملونة وضخمة يعني كان ضخم قال لي انت في سنة قلت له في تالتة اعداد قال لي برافو عليك يا حبيب برافو عليك ومش يعني فانا من 76 ما فوتش ولا مرة حتى وانا بشتغل في دبي باجي كل سنة المعرض واحيانا بيبقى ليها ندوات انا عندي ندوة في المعرض بعد بكرة الحد ان شاء الله عن الانتخان ساعة ستة يوم الحد بعد بكر فانا ما بفوتش المعرض ابدا ابدا وتقوصي في المعرض ببقى عارف قبل ما بروح ايه الكتب الجديدة معظمها وزائد ببص على الكتب اللي ما عرفهاش وانتبه وعلى الضور العربية وعلى الضور الاجنبية وببقى عارف مثلا لو في فلان لازم اشتري له لو في كذا وكذا ودائما بجيب كتب غير الروايات طبعا بحكم سؤولتي دائما بجيب كتب في التاريخ بجيب كتب في الفلسفة بجيب كتب في علم النفس شعر انا عاشق للشعر والشعر ونسينا نقول ان لازم الروايق الناجح يكون علاقته بالشعر علاقة وثيقة لان الشعر تكسيف اللغة كيف تكسف اللغة والمشاعر يكون قاعده حس فني كمان طبعا ولما نقرأ مثلا واحد زي مركيز ولا واحد زي نجيب محفوز ولا واحد زي بهاق طاهر هتلاقي بعض العبارات تكاد تكون شعر وليس نفر بخدال ساعتك فده مهم جدا جدا فانا علاقتي بالمعرض عميقة جدا جدا وكنت اخد ولادي وهم صغيرين هم بقى يروحوا دلوقتي بنعل نفسهم في أماكن اللي هم فيها بس اعتقد من ضمن الحاجات كمان اللي شجعتك لانك تروح يعني الموقف اللي حتك ذكرته دلوقتي سوديوس في السباعي معدي حتك تروح كل دور الله يرحمه أتلوه بعد سنتين في 78 للأسف للأسف وانا كنت قارئ ليه جيد جدا احبه انا من اخواتي الكبار والوالد الله يرحمه كانوا عشقين يعني طلعت انا في بيت الثقافة أساسية فيه كتب ومجلاته بتاع يعني فطلعت زيهم يعني قدي احنا في حاجة الحاجة زي دي دلوقتي مهم جدا شوف دور الأسرة الأب والأم واذا كان الواحد محظوظ انا بعتبر نفسي محظوظ انا ليا خمسة أكبر مني ماشاء الله انا طلعت ومش اكبر بسنة ولا اثنين بستاشر وخمسة يعني أباء اخرين وامات فأنا محظوظ بإخواتي الكبار فطلعت البيت كله ثقافة وإراية رغم ان ده مهندس وده محاسب ودي عالمة في الفيزياء النووية ودي أستاذة في السنوي الحمد لله يعني فطلعت أنا واخوي اللي أصغر مني المرحوم صلاح مهندس برضو عاشقين للقراءة والكتب فالأسرة حاسمة الأسرة حاسمة أدعو كل أب وأم ياخد ولاده لو 3-4 سنين يروح المعرض ويشوف الأجواء ويشتري له كتب أطفال حتى لو مش هيفهم دلوقتي بس هيتعود طبعا فكرة العلاقة بالكتاب العين تصافح الكتاب العين تعانق الكتاب تعانق المجلة دي مهمة جدا جدا طبعا يعني زي ما بقول على يعني بشكل عام حتى لو حد لو أي أب وأم حتى هم مش يعني مهتمين أوي بالقراءة حاولوا تنموا ده في أولادك حاولوا طول الوقت تشجعوهم على القراءة فكرة أنت توسع مدارك أطفالك ويبقى عندهم دايما شغف وفضول يعرفوا إيه اللي بيحصل حواليهم يبقى عندهم علاقة بالفن علاقة بالأدب علاقة بالتاريخ علاقة يعني بجوانب كتير قوي موجودة حوالينا أكيد دي هتوسع مداركهم هتخليهم شخصيات أنضق بشكل كبير جدا على أي حال طبعا نشكر حضراتك جزيلا شكر أروائي ناصر عرق نورتنا في صباح الخير يا مصر نتمنى طبعا لحضراتك كل التوفيق وإن شاء الله رواية حضراتك لأنتك خانة توصل للشورتليست وتفوس كمان يا ربي خليك أشكركم جدا شكرا جزيلا شكرا جزيلا لكل التوفيق لحضراتك